عندما تأتي الشركة و تضع كلمة برو قدام أي غرض تحاول تبيعه دائماً نستنظر أن نرى مميزات خصوصية كثيرة من هذه الشركة التي لم أردناها من قبل صباحه، أهلاً وسهلاً اليوم بدأ نعملكون و أعطيكم المراجعة التي عيتي أنا على الجالكسي بودز برو هؤلاء السماعات الجديدة التي نزلت منها لشركة سامسون و أعطينا كلمة برو، هل هم أجدد وأحسن من أي سماعات التي أردناها من قبل؟ أنا طارق، شكراً جزيلاً على كل الناس الذين عملوا اشتراك، ولكن نجد أن نضيع وقت دعونا أعطيكم المراجعة للسامسونج جالكسي بودز برو اعملوا لايك و سجلوا على الكنال حتى دائماً دائماً تعرفوا لما ننزلكون فيديوهات جديدة هذه هي العلبي تاريت الجالكسي بودز برو، يجب قلبي العلبي لدينا عدة ثلاثة ألوان ثلاثة ألوان موجودين الآن بالسوق، أنا اخترت الألوان الأسود لأنه لم يعجبني أكثر شيء في عنا كم شاء الله كما بنا نتحدث فيها هون أنه موجودين بقلب كل دائنة، كل سماعة دائنة عندهم اثنين سبيكر واحد منهم 11 مليمتر يسمونه الوفر و 6.5 يسمونه التويتر بكل دائنة السماعات هون هي عنا الـ Active Noise Cancellation معني أنه يوقفوا الصوت الذي يأتي من بره بنقدر نستعملهم على عدة شاليات، أول شيء يقولون هون الخمس ساعات على كل دائنة مع 18 ساعة لما نستعمل العلبي اللي بتيجي معهم، لكن هذه لما يكون عم تستعملوا يأمل Active Noise Cancellation يأمل Bixby Voice اللي بيجوا كمان بقلبهم، إذا عم تستعملوا اثنينتهم مع بعض نعمل 4 ساعة ونوص تقريبا 16 ساعة مع العلبي بتاعيتهم، بس إذا طفائنا ANC، طفائنا Bixby Voice، فينا نستعملهم لمدة 8 ساعات بكل دائنة بالتسماعات لواحدهم، و 28 ساعة مع البطارية الكاملة موجودة. آخر شيء هنا عن IPX7، معنى أن نقدر نضعهم بالماء، تقريبا 3 أضم بقلب الماء لمدة 30 دقيقة، وهذه الشغلة كثير منيحة، خاصة إذا عم تفكروا تستعملوهم لتعاملوا رياضة، لتركتوا فيهم وتعرقوا، ما سيكون إشكاله، وإذا شتت علينا كمان بيكون نفسه، ما في إشكال بيمشوا مظبوط. الآن بقلب العلبة يأتيون السماعات، السماعات يكونوا موجودين بقلب العلبة تاعيتهم، وعننا عدد كمان السماعات صغر لنا نقدر نزبطهم بدايناتنا، وبيعطونا شريط USB-C لنا نقدر نشرجهم، عنا طريقة نقدر نشرجهم بالشريط العادي الموجود من ورا، وفينا كمان نعمل الوائر للشريج عنهم من تحت. السماعات اتناتهم موجودين بقلب العلبة، وشغل الحلاوي فيهم لأنه الغطاء طبعهم مغناطيس، معنات إذا أفتحها هكذا، ما ستفتح لواحدها، في عنا LED موجود هون، دعنا نفتحها وسكر مرة ثانية، ويشوف كيف يدوي هون، وفي عنا دو موجود جوا لأن قوة البطارية موجود بقلب العلبة تاعيتهم. كل ديناتهم مكتوب عليهم كمان، وفينا نشوف عنا اليمين هون الـ R لليمين، وعنا الشمال بيعملنا الـ Left مقدر نشوفها مظبوط، ما بيبينوا كثير، وغير هكذا، عم نقيم ونحط القميص علينا كمان، ما بيعلقوا بالسماعة، تأتي الشغلة كثير منيحة. فيها عندهم كمان الـ Audio Detection، معناته لما منحطوهم بديناتنا، وعم نتسمع عن موسيقى، ومنقيمهم، الموسيقى بتوقف، ولما نجع نحطهم بديناتنا، ترجع بتمشي مرة ثانية. وفي عندهم كمان مميزة حلوة كثير للـ Pro، وهالفيتشر الصغير اللي جاي فيها بقلب التطبيق الموجود على التليفون، هنتحدث عنه تمام بعد شوي. سأعملكم مقارنة بين ثلاث سماعات، الـ Galaxy Buds Plus، الـ Galaxy Buds Live، والـ Galaxy Buds Pro، هؤلاء الموجودين الآن، حتى تعرفوا كيف تقدم بالصوت من ناحية الميكروفونات اللي موجودة عليهم لها السماعات، ويخشي كمان بنا نتحدث عن المسافة، قدي فيني أبعث منه للتليفون، لما بحطوا مثلا الطاولة هون بالمكتب، قدي فيني أبعث منه للتليفون، وضلني أتسمع وقدر أتحدث عن مكالمة عليهم له السماعات من سامسون، يلا خلينا نفرجيكم. أول شيء نريد أن نرى كيف يأتي من هذه السماعات عندما نستعملها مع التليفون، الميكروفونات اللي موجودة هنا يجب أن يكونوا كثير قوية، لدي جنب الحاسوب، لدي مروحة كثير عالية، لا أعرف إذا أسمعها أو لا، لكن نريد أن نرى كيف يفرق بين هذه السماعات والسماعات الثانية من سامسون، Buds Live و Buds Plus، سنرقب الآن على Buds Live. الآن نستعمل السماعات Buds Live، هذه الميكروفونات اللي موجودة نفس الوقت مع التليفون Note 20 Ultra. الميكروفونات المفروض يكونوا كثير منيح، والصوت كثير منيح بالنسبة لما نقارنه مع Buds Pro. لكن دعنا نقلب، مثل ما تلكم مصرحة، حتى ترى كيفية الصوت بينهم وإثناناتهم، لكن دعنا نقلب الآن على Buds Plus، الذي نزله السنة مع الجالكسي S20. الآن نستعمل السماعات Buds Plus، التي يوجد السنة الماضية في نفس الوقت مع الجالكسي S20. أريد أن أعطيكم أن تقارنوا قوة الميكروفونات الموجودة هنا. هل Buds Plus الموجودين هنا تقريبا ١١ دولار؟ يقارنوا منيح بالنسبة ل Buds Live، تقريبا ١٥٠ دولار، ١٠١ دولار، أما نعرف سعر الآن، لكن يمكنكم أن نرى أنه تقريبا السعر بالنص. وال Buds Pro الذي نزله الآن تقريبا ١٠٠ دولار. هل فرق الأهل قد يكون كثير كبير؟ أم يجب أن نوفر مصرياتنا ونجلب سماعات Buds Plus من سامسونج؟ الآن نقلق على التليفون، نستطيع أن نبعد منه للتليفون ونستطيع أن نسمع الصوت، خاصة أن الصوت لا يتغير، يعني أوتو، لا يصبح مخصوص عليك. قلينا نبدأ. قلينا نستطيع أن نرى التليفون، لا يكون لدينا أشكال، والصوت لا يتغير. الآن نحن بيننا وبين السماعات موجود بيت، يعني أن تطيع لدينا تقريبا ٣٣ حيات بيني وبين الميكروفونات حتى تستطيع أن ترى دقيقة السماعات. يعني أنه إذا تفكروا تستعمل هذه السماعات، تضعوهم على الطاولة وتتمشوا في البيت كله، لا يكون هناك أشكال. إن شاء الله وحيدة تلاحظنا دائما أن الميكروفونات الموجودة على Galaxy Buds Pro أحسن شيء من هذه الثلاث سماعات، وخاصة لمحاولات المكالمات أيضا، عملت عليهم تجربة، بيكونوا هنا أوضح شيء خاصة إذا عم تحكوا بصوتكم كثير خفيف، منه كثير قوي، دائماً كمان الميكروفونات الموجودة هون بيمشوا كثير منيح. إن شاء الله وحيدة اللي أحب إليكم كمان موجودة فيها، منقدر نزبط المميزات الخصوصية فيهم على التطبيق الذي يأتي على التليفون. دعنا نلقل إلى هناك. حتى نقدر نستمتع فيهم تسماعات هذه اللي لازم ننزل للتطبيق الـ Wear من الجالاكسي بيمشي على التليفون، الإيفون والأندرويد، نفس الشيء. عندما تفوتو هون عنا مميزات هون، فينا ندون الـ Active Noise Cancellation لفوق هون، منقدر ندور على الـ High أو الـ Low، فينا نطفيها، معناته كل شيء يمشي عادة، ما فيه Active Noise Cancellation، وفينا نعمل Ambient، الآن الـ Ambient الموجود هون بيعطينا مميزة حلوة، هذا يعلي الصوت اللي موجود بره، ليس فقط يفوت الصوت، فينا نتسمع على حالنا، وفينا نعلي الصوت للمدى للدرجة اللي محتاجة هنا. الحلوة فيها، من أن نسيطر عليها كمان بالزرار الموجودين على السماعات، معناته، إذا حطيت إصبع على السماعة الشمال، فيني أقلب من الـ Active Noise Cancellation، وأرجع ردة مرة تانية للـ Ambient Noise، هذه شغلة كثير منيحة، وعامنية كمان مميزة كثير حلوة فيها هون، مسمينا Voice Detect، هذه معناته، إذا نسمع على موسيقى مثلا هون، ندور الموسيقى هون، وانا ندورت الموسيقى هون، وبدأت تحدث أنا، السماعات الموجودين هون، بيسمعوا الصوت الميكروفونات، وبيوطوا صوت الموسيقى، وبيخلوني أتسمع على بره، معناته إذا أنا أتسمع موسيقى، وجاء أحداً يحكيني، ما ضروري أعمل شي، مجرد ما أدور هالأختيار الموجود هون، السماعات لوحدهم، بيعملوا الـ Ambient، وبيقدروا التحدث، الموسيقى لا توقف، ولما بخلص أنا، أعطيها ثانية، وهذا بتساعدنا كمان، مثل ما قلت لكم، إذا عم تتمشوا بره، رحتوا على الباس، طلعتوا بالمترو، كل شيء هالشغلات، بتمشي مظبوط، الشال الوحيد اللي ما بتزبط فيها مظبوط كتير، إذا أنتم بتحبوا تغنوا مع الغنية، مثلا، إذا المبسوطين، أنتم متشجعين، والغنية حلوة كتير، ومنسيتوا إنه هذا مدور، مجرد ما تطلعت بالش، تتحدثوا، صوت الموسيقى سينزل، إذا بتحبوا تغنوا مع الموسيقى، لازم تطفوا هالأوبسيون، ولكن إذا ما بتتغنوا، ما بتغنوا، وما بتكون تتسمعوا مظبوط، أنتم عم تتحدثوا مع ناس تاني، دوروها ستكون كتير كتير منيحة، وهذا المميز الموجود، كتير منيح، وكتير برو، بقلوة لها السماعة. هناك أيضا الاختيار، نقدر نوقف كل التوتش الموجودين على السماعات، معناته، إذا ما بتكون تستعملوا إلا بس سماعات عادة. آخر شي، منلاحظ هنا فينا انسيطر، ما نقدر نعمل بالشغل تاني موجودين على السماعات تانية تنينة تون؟ إذا مندقر ونوقف عليها، معناته تتش ان هولد، يعطينا اختيارين على الشمال وعلى اليمين، على الشمال، أنا عملتها مثل ما فرجعتكم بالبداية، لما قلبت من الـ اكتف نويس كانسيلاشن للأمبيين، وشغلي على اليمين، عم بستعملها للجوغل السيستن، معنا نصر حطيت إصبعي، بيطلع الجوغل السيستن موجود هنا، لانه أنا عم بستعمله على التليفون العادي، الشيء الثاني يريدنا نذكرها، إذا عملنا double tap، بتعمل skip forward للغنية، التاب مرة، مرة لوحدة، بترد، ولا بتتسكر على المكالمة، ولا بتعمل pause و play للموسيقى، وهي هؤلاء يمشون عادة من غير ما نعمل لهم رغلاج بقلب التطبيق هنا، في عنا equalizer، نقدر نختار منه عدة اختيارات لنضبط الصوت طبعية الموسيقى، عنا كمان الطريقة نقدر نعمل read notification هذه معناته، عندما اجينا مساج بقلبه للتليفون، نحن نستعمل التليفون، ولكن التليفون مسكر، بيكسبي، التليفون طبعاً يقري لنا هذه الاختيارات المميزة والمكالمين بقلب الدينة لهم، الشيء الثاني الموجودة هون بتحت التطبيق، نستطيع أن نرى هنا، فينا دور الشيء مثل بيكسبي، هذه الشيء نستطيع أن نستعملها، إذا كنتم تحبوا تستعمل بيكسبي على التليفونكم، أما يكون سامسون، أو إذا كنتم تستعملوا معهم، هذه ستمشي كثير منيح، وفيكم تسألوه على الطقس مثلاً، هاي بيكسبي، كيف يبدو الأرض اليوم؟ تساعدنا أن نستعمل السماعات التي عيدنا مع غرضين منهم لسامسون، عندهم الحساب نفسهم موجود على هنا، معنات إذا كنتم تستعملوا مع التليفون، أو كنتم تستعملوا على الجالاكسي تاب بلس، الجالاكسي تاب السابن، كلهم يمشي مضبوط، مجرد ما أقلبه من واحد إلى الثاني، الحساب يعرف أن أي مكان يستعملها، ويقلب الصوت لألها، لكن لا يمكننا أن نستعملها في نفس الوقت، آخر شيء، يمكننا أن يكون الضبط الصوت أقوى على اليمين، أو على الدين اليمين، أو على الدين الشمال، آخر شيء، لاحظنا هنا، هناك مميزة خصوصية معمولة للجايمينج، لا ينصحكم تستعمل هذه السماعات للجايمينج، الإختيار عندما يكون ON أو OFF، لا يمشي أو يعمل تجديد منيح، التليفون يمشي مضبوط، ولكن العليا أن الصوت والليتنسي كثير عالية، لا ينصحكم أن تستعملها هنا، لدينا أيضا الإختيار الـ Find My Earbuds، يمكننا أن نستعمل الـ Reset، أو نستعمل الـ User Manual، وآخر شيء، يمكننا أن نعمل عيون تجديد للتطبيق، أنا نزلت أجدد شيء موجود عليه، ومثل ما رأينا هنا، الـ Latest Update على الجايمينج، مثل ما زمان، ولكن لا شيء منيح، بعد استعمال السماعات، يمكنكم أن الصوت كثير منيح، ونصحكم أن تفكروا فيها السماعات الجديدة، لأن السماعات الجديدة، صوتهم كثير منيح، ولكن كثير قريب منه، لا يوجد فرق كبير، أن نقول هذا التجديد بسعر، لأن ندفع الـ 40$ للفرق، الـ Galaxy Buds Pro سعره 200$، الـ Galaxy Buds Live 169$، والـ Galaxy Buds Plus من السنة الماضية، حقهم 110$، لذلك فرق كثير كبير بين السعر، ولكن ثلاثتهم تقريباً فوق المية، وتحت 200$. آخر شيء بلكن مزبوط، صوت المكلمات، الـ Galaxy Buds Pro، كثير صوتهم منيح، الصوت الموسيقى سيكون كثير منيح، عندهم باس، ليس كثير قوي، إذا تسمعوا على موسيقى، فيها دبكة، فيها دانس، EDM، راك، كل هذه الشغلات، ستسمعوا صوتهم، ستنبسطوا فيهم كثير، وصوتهم مثل ما قلت لكم، كثير قريب من الـ Galaxy Buds Live، هؤلاء اللي يوجدوا بآخر السنة الماضية مع الـ Note 20، الـ Galaxy Buds Plus، إذا عندكم هي من أول السنة الماضية، وعم بتحبوا تجيبوا سماعات جديدة، هؤلاء سيبسطوكم كثير كثير منيح، لاشتغال الـ Active Noise Cancellation، لاشتغال الـ Automatica، اللي بيدور لوحده الـ Ambient Noise، لما بتتحدثه، هيكون كثير منيح، وبتعطينا كثير مميزات حلوية، خاصة بهالـ Pro، اللي بيجي منه لـ Samsung. بس صراحة عم بقول، هل هني مزبوط سعرهم حقهم 200 دولار؟ هذا الشيء اللي بدأت ترجع لكم، إذا انتم محتاجين سماعات جديدة، بتكون تلكم مع سامسون، وتستعملوا سماعاتهم هنا مزبوط، هؤلاء أحسن Air Buds من سامسون إلى هلأ، ما في شكل هؤلاء أحسن شيء، في عندهم مميزات شوية زيادة، فرق عن المشروف اليوم بالـ Galaxy Buds Live، بس مثل ما عم بلكم، من مجرد مجرد الصوت، و المسافة المطرح، ما بتقدر نروح من التليفون والسماعات، بالنسبة للي، ما في كتير فرق، ومثل ما سمعتكم كمان بالصوت لما عملت لكم للتشجيل، نفس الشيء، قلوا لي تحت شو رائع كافية لهذه السماعات، هل هذو اللي انت عم بتفكروا تجيبوا سماعات جديدة، مع التليفونات الجديدة منا لـ Samsung Galaxy S21، ولا 21 Plus، ولا حتى Ultra، تليفوناتي أنا إن شاء الله جايين قريبا، و بقدرش فرجيكم كمان المميزة الخصوصية اللي تمشي معهم، بسموه 360 Audio، معناته الصوت لما بيأتي من التليفون، و بيقلب وجي، الصوت بيقلب معه، معناته، مثل كأنه التليفون عم بيجي هيك على اليمين، الصوت بيمشي معي، بس ما عندي التليفون، وما فييني يجرب، هلأ أعطيكم خبرتي بعد ما استعمال هالفيتشر، سوف أتحدث معكم به الموضوع لما بعملكم مراجعة الـ S21، يلا، شكرا جزيلا على كل الناس لعمل الاشتراك، بشوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد،